أقامت إدارة مهرجان القاهرة السينماء الدولي احتفالية كبرى لإطلاق دعوة لكل شعوب العالم للتواصل فيما بينها والتأكيد على أهمية السلام والمحبة والوئام من على ضفاف النيل حضر الاحتفالية وزير الثقافة دكتور محمد صبر عرب رئيس المهرجان الفنان دكتور عزد أبعوف وبعض صفراء الدول العربية والأجنبية الذين تشارك أفلامهم في الدورة التي ستقام في الفترة من 27 وحتى 6 ديسمبر المقبل السينما شيء جميل جدا في حياتنا أعتقد أنها اللغة الإنسانية الراقية التي تقرب بين أشعوب من أجمل الوسائل عبر القرن الماضي هي لغة السينما لغة السينما الصورة ولغة السينما الحوار ولغة السينما التكنيك الفني كل هذه الأمور قد جعلت من العالم الكبير عالم صغير السينما دائما كانت هي الشكل الإبداعي الرائع اللعزي جعل حياة الشعوب أكثر جمالا وأكثر روعة مصر مخزون من التجارب الصعبة والتجارب الناجحة أعتقد أنه الفترة القادمة سوف يكون الفن بالذات الفن والأدب والمصرح هيكون أكثر وهيتقدم أكثر ما حدث في مصر خلال العام ونصف الماضي يعني يعتبر منجم للفن إحنا في فترة محتاجة التأكيدات كتير قوي للعالم وللمصريين لسه زي كنت أقول قبل ما أعد أتكلم معاك إن إحنا مش لازم نفضل متشاهمين كده بقى لأن إحنا الثورة عبارة عن طفل عنده ما تم السنتين فمن الطبيعي إنه يتعثر ويقع ويقف تاني ويتعور ولازم تاخد بالك منه ولازم ترعاه ولازم تعلمه ولازم فأنا بقول إن الثورة كده فإحنا من دعو حاجة من الحاجات اللي بنعمل بيها كده إن إحنا نقول للناس مصر بخير مصر بتنادي والسلام مش بس في سلام إحنا عندنا مهرجان من أكبر مهرجانات العالم إحنا عندنا أحداث وعندنا الناس كتير بتهتم بينا ومعتبرنا من أحسن بلد العالم إحنا بنقول للعالم كله إحنا بلا السلام وهكذا يعني في أسباب كتير قوي كانت تستدعي قيام هذا الاحتفاليات النهاردة احتفالية السلام اللي بيقيمها مهرجان القيارة السينمائي ووزارة الثقافة هدفها بيصب في مجموعة الرسائل بيبعثها المهرجان عايزين نقول من خلالها إنه فعلاً مصر هي بلد آمنة وإن مصر مهما كان فيها من صراعات سياسية وتغيرات نتيجة التحول الديمقراطي لكن هي بلد بتنشر السلام بتحب الآخرين بتقبل بكل الأفكار والأديان وإحنا بنصر كفنانين وكناس مسؤولين عن مهرجان القاهرة إننا ننقل الرسالة دي الفن هو أحسن طريقة للتعبير عن الحب وعن الأخوة وعن حب المصرين لبلدهم ودي لغة دولية لغة للعالم كله لغة الفن ده كان بالنسبة لنا أننا السنة دي نقوم بهذا المهرجان تنتحدي كبير جداً وتحدي من سيد وزير الثقافة أمبي وكان أدو والدكتور عزة أبوغوف ومدام سهير عبدالقادر فالتلاتة فعلاً تحدوا حاجات كتير جداً وإن شاء الله حينجحهم وإن شاء الله المهرجان حينجح أنا ما بقولش رسالة أنا عايزة اللي حصل النهاردة هو اللي يبقى رسالة الرسالة السلام دي مش حكرة على حد رسالة السلام دي للعالم إحنا كتبين بنقول رسالة peace on earth على الأرض كله فإحنا عايزين نقول للناس إحنا موجودين والفن موجود ومصر موجودة ومصر عمرها ما حتى حتقل حب قد كده إحنا موجودين يا جماعة وقيم السنة دي كنت حزينة جداً هو تلغى السنة اللي فاتت بس الحمد لله بفضل ربنا وموجود العاملين على المهرجان إن شاء الله حيحقق نجاح وحيبقى رسالة سلام وحب للعالم كله إن شاء الله مع بداية انطلاقة فعاليات مهرجان القاهرة السينماء الدولي في دورته الخامسة وثلاثين اللي بدأت النهاردة بالمؤتمر اللي بتبنى شعار رسالة سلام إن شاء الله مستنينكوا مستنينكوا في مصر مستنينكوا في أرض السلام مستنينكوا تشاركونا في المهرجان مستنينكوا تعرضوا في نونكم عندنا أظن إن الرسالة تكون رسالة السنادي كشعار للمهرجان إختيار موفق جدا لأن أعظم رسالة للفن بشكل عام والسينما هي السلام إن المبدعين والفنانين بيعبروا عن نفسهم وعن أفكارهم وعن تطلعاتهم وعن رؤاهم بطريقة سلمية جدا من خلال الفن اليوم ده بالنسبة لنا مهم لأن مهرجان القاهرة افتقدنا السنة اللي فاتت فنفسي إن شاء الله يتعمل السنة دي بأحسن شكل يعني أولاً ألف مبروك لمهرجان القاهرة السينمائي إحنا تحتفالية المهرجان النهاردة بنحتفل احتفالية جميلة جداً على الدفاع في النيل وزا ما تشايفين المراكب والجمال واللقندات والحاجات الحلوة على النيل مصر اللي بيشرب من نيلها لازم يرجع لها تاني أنا نفسي مهرجاننا يبقى من أهم مهرجانات العالم زي ما هو المفروض يستهل ومهرجان القاهرة مهرجان دولي فنفسي يخد مكانته دولياً زي ما المفروض أنه يستهل